السلام للبناس كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو رائع جدا فيديو كله إفادة عبرة لكل سيدة متأخرة في الحمل والإنجاب تجربة هذه الأخت هذه أكيد أنها ستفيد جميع الأخوات التي تسنوا الدرية بطبيعة الحال أن هذه التجارب التي نحط في القناة فهي أكيد أنها ستكون غنية بالمعلومات يعني جميع الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الأخوات وتكون تسبب لهم تأخر في الإنجاب فكنحاول أنني نجمع مجموعة من القصص التي تكون حقيقية باش نحطها لكم إن شاء الله وتستفدوا منها لأن بطبيعة الحال بأن كل أخت إلا ودس من واحد الفترة ديال الانتظار واحد الفترة ديال يعني التجارب يعني واحد للمدة ديال التجارب وهي كتجرب عدة أشياء وكترتكب عدة أخطاء بطبيعة الحال لأن تأخر الإنجاب ممكن يكون بدون سبب يعني السيدة يكون الفحوصات ديالها مزيانين ولكن كتبقى ديما متأخرة في الحمل نتيجة عدة أخطاء ممكن تكون ارتكبتهم فهذا الشيء لش بغيت نحاول نحط لكم مجموعة من التجارب وكذلك باش تستفدوا إن شاء الله وما ترتكبوش تنتمى نفس الأخطاء وبالتالي حصل عندكم الحمل بسرعة هذه الأخت هذه كانت تزوجات في سن متأخر يعني في سن الأربعين وبطبيعة الحال كيفما كان عرفوا هذا السن هذا كيكون احتمال الحمل يعني كيبدأ كينقص مع الوقت يعني كلما السيدة تقدمت في السن كلما فرص الحمل كتقل نتيجة أن البويدات ما كتبقاش بجودة وكفاءة عالية باش تخصب ويحصل الحمل بطبيعة الحال كتقول بأنها متزوجة من ست سنوات وهي الآن يعني عندها طفلة اللي هي هيبا ياب تخليها لها بطبيعة الحال أنها الطفلة هذه جابتها من بعد سنوات من المعاناة بطبيعة الحال كانت كتعاني يعني من صعوبة تأخر الإنجاب التجربة ديالها والمعاناة ديالها مع تأخر الحمل كانت مشي سهلة وكانت صعيبة بزف من اللي تأخر الحمل ديالها يعني كانت كتراجع عدة أطباء اللي كيكونوا يعني عندهم خبرة في هذا المجال هذا يعني جولات ما بين طبيب وطبيب وهي الهدف ديالها هو أنها يكون عندها الحمل في أقرب وقت ممكن جميع الأطباء قالوا بأن عندها تكيس في المبايد وهذا التكيس في المبايد كيف مما كان عرفوه بأنه عدو المرأة حاليا يعني ولينا كنشوفه مؤخرا جميع السيدات اللي تأخروا في الإنجاب كيمشوا للطبيب وكيلقى عندهم تكيس المبايد الأعراض دياله المصاحبة طبعا وهي السمنة المفاجئة وضعف بالتبويد حالة تأخر الدورة وكذلك ارتفاع هرمون الدكورة المهم أنها خدات مجموعة من العلاجات وإبر التنشيط والتفجير وكانت تمشي المكة للمدينة المنورة للحرم بطبيعة الحال وكتدعي وكتصلي وكتقضي مدة ثلاثة أيام في الفندق باش تمشي تبقى يوميا تواصل الدعاء ديالها لا ربما يعني الله يستجب لها كيف مديمة كان قول لكم دعيوا الله يعني استغفروا كتروا من الدعاء لأن الإلحاح في الدعاء وكيحقق لكم الأمنية ديالكم ويعني أبواب السماء كتكون مفتوحة فحاولوا أنكم ديما تكتروا من الاستغفار توجهت لطريق ديالله يعني حاولت أنها تدرب الأسباب ودرت يعني مجموعة من الأشياء وربي يستجب لها وحقق لها الأمنية ديالها يعني استمرت على هذا الحال مدة خمس سنوات ونصف وهي بدون نتيجة ما كان عند التشي نتيجة لأنها بطبيعة الحال كان عندها باقي تكيوس المبايد كان عندها كذلك السمنة كيفما ديما كان قل لكم حاولوا أنكم تنقصوا من الوزن ديالكم الزائد بطبيعة الحال الخطأ الآخر اللي كان كيرتكبوا الزوج ديالها هو أنه ما كانش موافقها على هذا الطريق ديال الدكاتيرا والعلاجات يعني كان ديما كيحبط المعنويات ديالها ما كانش مرافقها دائما في هذا الحصص ديال العلاج لأنه بطبيعة الحال تأخر الإنجاب كيبغي الصبر كيبغي السيدة تكون صبورة ماشي ضروري أنك يعطيك الطبيب علاج أو تنشيط أو أدوية غاد ينجح معاك الحمل من الشهر الأول ضروري خصك واحد يعني أشهر أو ممكن ينجح معاك من الشهر الأول يعني كل وحدة والجسم ديالها وضروري لما نجحش معاك العلاج من الشهر الأول واصلي وتابعي عند الطبيب وكملي العلاجات ديالك باش إن شاء الله يجيب الله تيسير وتكون يحامل بطبيعة الحال يعني كانت ديما الزوج ديالها معارضها في هذا الطريق ما كانش يعني كيوافق بأنها تمشي التعالج وتأخذ الأدوية يعني سبحان الله هذا الأمر هذا هو كيكون من دمن الأخطاء اللي كيتأخر الحمل والإنجاب أكيد أنكم غادي تبغيوا تعرفوا شنو دارت هذه الأخت هذه شنو هو العلاج اللي تبعات أو الوصفة اللي كانت سبب في الحمل ديالها بطبيعة الحال باش ديما كنوا صادقين ما كنشي وصفة سحرية ما كنشي حاجة اللي ممكن أنك تجربها والشهر اللي تجربها فيه تنجح معاك إلا إذا أراد الله بطبيعة الحال أنه إرادة الله فوق كل شيء الوصفة كتكون فقط سبب ونتدير النية ديالك وتوكلي على الله وصل الدعاء ديالك ديما لحي في الدعاء وهذا الأخت هادي اللي تأخر الحمل ديالها كتبغي تقول لكل الأخت بأنها ماتي إش يعني ضروري استمر التفاؤل يكون يعني ضروري يكون واحد الإيمان قوي بالله كانت كتصلي فيه دوء ماشي شرط كتقول لكم أنكم تكونوا قدام الحرم ضروري أنك تصلي في المنزل ديالك يعني دعيب القلب ديالك قلب مخلص يعني ضروري أنك تكون تكوني كتدعي بإخلاص حول أنك تدعي بإلحاح يعني الإلحاح مهم بزف حول أنكم ديما يكون الدعاء ديالكم بإلحاح شديد وتقى يعني توتقي أن الدعاء ديالك غد يتحقق وغد يتحقق إن شاء الله وكانت كذلك كتقول بأن الله يعني كيقول للعباد دياله ادعوني أستجب لكم يعني ضروري أنك تقومي بهذا الأمر هذا وانتي بخشوع وكانت كذلك كتبكي وهي كتدعي الله بطبيعة الحال هذا الأمر هذا ره مهم بزف ديما كنقولها لكم بالإضافة إلى الوصفات الطبيعية من بعدها والله كتقول بأنها بشهر واحد تأخرت عليها الدورة يعني كانت كتقوم بهذا الأدعية هذه وهي مطمئنة وكتقول بأن الله ما غادش يخيبها وغاد يعطيها وغير زقها بطبيعة الحال تأخرت عليها الدورة الشهرية وكان الطبيب يعني قبل من هذا الأمر كان كيقول لها خسك تدري أطفال أنابيب وحدد لها الموعد ديال عملية ديالأطفال أنابيب ولكن تأخرت عليها العادة بمجرد أنها ما كانت كتدعي الله ما درتشي وصفة يعني ما قامت تبشي وصفة معينة بل أنها توجهت لله وسلمت وفوضت الأمر ديالها لله وربي استجبلها من بعد ما راح تتسوي العملية في الموعد المحدد أول ما دخلت يعني للدكتور قال لها واش جاتك الدورة قالت له عندي تأخر أسبوع ولكن الطبيب ضروري يعني قال لها خسك تدري تحليل الحمل لأنه عندك تأخر في الدورة فضروري خسك تدري واحد تحليل ودرت التحليل وطلعت أنها حامل بطبيعة الحال يعني ما صدقتش هذا الأمر هذا قالت بأنه مستحيل ولكن تحقق لها الأمر ديالها والحلم ديالها بمجرد أنها متوجهت لله ودعات في الصلاة ديالها ولحات وكان أكد عليكم ديما الإلحاح الإلحاح في الدعاء أي أمر أنت كتبغيه ضروري تكوني مصرة وملحة وتأمني يعني واتقي بأن الله يستجبلك في واحد الوقت وبطبيعة الحال كتقول بأنها يعني ما صدقتش ولكن كيف ما ديما كان قول لكم راه الأمر كله بيد الله كن فيكون في واحد الوقت وواحد اللحظة أنت ما متوقعها شربي غد يرزقك بالدريا ما تقوليش على الحلم ديالك مستحيل هذا هو الهدف ديالي من هذا الفيديو أنكم توطقوا بالله وخي تأخر الحلم ديالكم غد يجي في واحد الوقت وغد يجي إن شاء الله هاد الأخت هادي قالوا الأطباء بأن الحمد ديالها مستحيل يعني ما يمكنش أنها تحمل نتيجة أن عندها واحد صغر شديد في البوايدات فسبحان الله ربي ملكي أمر واحد الأمر يعني كيقول له كن فيكون ورب يرزقها ويا ربي ترزقكم تنتمى إن شاء الله في القريب حاولوا أنكم ديما تشجعوني بواحد اللايك غد نحاول أنني نعطيكم طاقة إيجابية ونعطيكم جميع تجارب ديال الأخوات شنو تبعوا وشنو الوصفات اللي داروا إن شاء الله باش تعم الفائدة إن شاء الله وتكون هاد القناة متنوعة وفيما كانت يعني شي معلومة غد يتفيدكم غد ينحطها لكم في الفيديوهات إن شاء الله كان بغيكم بزاف وكانتمنى لكم السعادة بطبيعة الحال والدرية والرزق وجميع الأمنيات يتحقوا لكم في القريب كندر بلكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر